إلى ذلك تشهد منطقة الخليج العرب حراكاً كويتياً أمريكياً يهدف إلى حل أزمة قطر وضمان كبح جماح تعنت الدوحة ودعمها للإرهاب فقد عقد وزير الخارجية الكويتي بعد وصوله إلى الدوحة أمس في إطار الوساطة التي تبذلها بلاده في الأزمة محادثات مع أمير قطر وتعد الدوحة المحطة السادسة والأخيرة في جولة مبعوث أمير الكويت بعدما زار خلال اليومين الماضيين كل من السعودية ومصر وسلطلة عمان والإمارات والبحرين وسلم رسائل إلى قادة هذه الدول من أمير الكويت وأفدت مصادر قويتية بأن أمير الكويت يسعى لجمع قادة الدول المعنية في قمة تناقش آلية الخروج من الأزمة ويتوازى مع الجهود الكويتية أخرى أمريكية حيث وصل المبعوثان الأمريكيين إلى البحرين بعد زيارة الكويت وقطر وأفدت مصادر دبلوماسية بأن الجهود الكويتية الأمريكية تسعى للدفع نحو قبول الدول الأربع بالعودة إلى الاتفاق التكملي الذي وقعه أمير قطر في عام 2014 ما أخذ التعهدات اللازمة على حكومة قطر لتطبيقه على أن تتم مراقبته من قبل الدول الأربع لتنفيذ بنوده اشتركوا في القناة